هو المرجح أن جعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صلاة الصبح من ذلك اليوم الأخير كان الصحابة يصلون خلف أبو بكر الصديق ففوجئوا بأن ستارة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قد أزيح وأطل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه الشريف ولما أطل عليهم بدأ المسلمون يحدثون أصوات ينحنحون ويحدثون أصوات كأنهم شعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إليهم وأن يتأخر أبو بكر فيصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس فأشار إليهم بيده أنمكتوا أمامكم أماكنكم يعني ابقوا أماكنكم ثم أرجع السطار إلى مكانه وأتم أبو بكر الصلاة بالناس وهنا بدأت ساعة الاحتضار ساعة الألم ساعة الشدة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك ويجد يعني من الألم مثل ما يجده الرجلان يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو يعني يوعك ويجد ألم سكرات الموت قالوا يا رسول الله أتوعك أي أتشعر بالألم قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم فكانت هذه آخر محنة وآخر شدة ستمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنته بجانبه تقول وَا كَرْبَاه وَا كَرْبَاه أي وَا شِدَّةَ حُزْنَاه وَا كَرْبَاه على النبي صلى الله عليه وسلم بنته بعدم الحزن ويوصي أصحابه رضوان الله عليهم وظل النبي عليه الصلاة والسلام ينشر الدين وينشر العلم حتى في آخر رمق من حياته وهو يجود بنفسه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد قالت أمنا عائشة يحذروا ما صنعوا أي يحذروا مما صنع أولئك أي يحذر أمته أن لا يتخذوا قبره يعني وتنا يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى ثم أمر بالطلاطف أمر بالصلاة قال الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم بمعنى وهو في آخر رمق من حياته يوصي الأم على هذا الركر الركين أن يحافظوا عليه وأن لا يستهينوا به وما ملكت أيمانكم يوصي بالعبيد خيرا فكان دينه أول من حرر من حرر العبيد اقتربت منه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ووضعته على فخدها أسندت رأسه الشريف على فخدها وما لبت أن دخل أخوها عبد الرحمن وكان ممسكا بالسواك فرأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى السواك فعلمت أنه اشتهى ذلك السواك فقالت أستاكلك يا رسول الله فأشار برأسه النعم فأخذت السواك من عبد الرحمن ثم لينته بريقها واستاكت به للنبي صلى الله عليه وسلم ثم استاكت به ذلك بنفسها ولذلك كانت أمنا عائشة تقول فضلت على لساء النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث فضلت على لساء النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث مات في بيتي وفي حجرتي ومات على فخدي واختلط ريقي بريقه في آخر يوم من حياته ثم سمعته أم المؤمن عائشة وهو يقول كلاما اختار الرفيق الأعلى يعني خير فاختار قال إلى الرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى كأنه خير هل تختار أن تبقى في هذه الدنيا أم تختار أن تلتحق بالرفيق الأعلى فسمعته ويدعو اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى ثم مالت يده فخرجت روحه بأبيه وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم فإنا لله وإنا إليه راجعون ما أعظمه من حزن نزل على أهل الأرض جميعا ما أعظمه من حزن نزل على الصحابة ما أعظمه من حزن نزل على أهل المدينة حتى إن أنس بن مالك رضي الله تعالى ويقول والله ما رأيته يوما أسود ولا أحزن ولا أشد مشقة وحزنا من ذلك اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما رأيته يوما أسعد ولا أنور ولا أحسن من ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تفاقمت الأحزاء الصحابة لم يصدقوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات فعلا حتى إن عمر كان خارج المدينة وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمات وجاء يجري ودخل المجد حاملا سيفه وهو يقول من قال رسول الله قدمات أضرب عنقه وتجمهر الناس حول عمر يعني الحزن وشدة الحزن لم يستشعر حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمات وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك الرجل المبارك الذي أنقذ الله به الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل إلى الحجرة الشريفة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه ثم قال بأبي أنت وأمي رسول الله طبت حيا وميتا إن بعثت منه رائحة طيبة فقال رائحتك طيبة في حياتك ورائحتك طيبة بعد مماتك أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها يعني معنى أنك بعدها ستصير في سعادة غامرة وستصير إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى ثم غطى وجهه الشريف وتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وخرج وصعد المنبر لم يلتفت إلى عمر ولم يلتفت إلى الجمهر الذين تجمهروا حول عمر فصعد المنبر ثم حمض الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فلما سمعها عمر سقط مغشيا عليه قال عمر لما أفق كأنني أسمع هذه الآية يعني لأول مرة رغم أن هذه الآية نزلت قبل ثمان سنوات نزلت هذه الآية في غزوة أحد سنة ثالثة من الهجرة ومات النبي صاصم السنة الحادي عشر ثمان سنوات وعمر يقرأ هذه الآية ويكررها يرددها ويعيدها ولكنه لم يعني استوعب يعني حقيقتها حتى وقعت فلذلك قال لك أني أسمعها لك أني لأسمعها لأول مرة وغسل النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت منهم العباس وابنه الفضل وعبد الله بن عباس وكذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب فاختلفوا في تجريد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم غسله فوق ثيابه فسمعوا هاتفا يقول غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه وبقي في حجرته بعد أن كفنوه يصلى عليه يوما كاملا لأنه لم يخرج إلى المجيد ليصلي عليه الناس جماعة واحدة بل بدأوا يدخلون الثلاثة والأربعة والخمسة هكذا يصلون عليه أفرادا وجماعات يعني اليوم كله حتى صلى عليه يعني من كان حاضرا في المدينة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ولم يدفن إلا في اليوم الموالي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى وترك لنا دينا عظيما إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تموت سنته إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تموت دعوته إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكر قول النظر ابن الحارث رضي الله عنه إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فموتوا على ما مات عليه أن نموت على ما تركنا عليه أن نموت على هذا الدين العظيم الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن مات رسول الله فإنه حي بين أظهرنا حي معنا بسنته بسيرته أنت منذ أن تستيقظ ومعك رسول الله أذكارك صلاتك ركوعك سجودك أحوالك تصرفاتك أخلاقك كأنك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحضر وجوده بين أظهرنا ووجوده معك في بيتك يوجهك في تربيتك لأولادك ويوجهك في تعاملك مع الناس كأنه بيننا هكذا ينبغي أن تكون الأمة في تعاملها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يحينا على سيرته وأن يميتنا على طريقته وأن يهدينا سبلنا اللهم تقبل منا سبل السلام اللهم تقبل منا ووفقنا لما تحبه وترضاه اللهم تقبل من إخواننا مجهودهم في تشجيل هذه الحلقات وبارك لهم في أبنائهم وفي أزواجهم وفي درياتهم واغفر لهم ولوالدهم ولكل من أعانى على نشر هذه السلسلة المباركة نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وملكم وأن يتقبل من كل من شاهد ومن كل من أعان ومن كل من دعا دعوة طيبة نسأل الله تعالى أن يفقنا وإياكم بما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وصل اللهم وسلم اشتركوا في القناة